شهدت مدينة أمتيمان حاضر إقليم السلامات افتتاح مركز صحي المركز تم بناءه من قبل الدولة عبر ودارة الصحة العامة بالتعاون مع الشركاء الصحيين إشراق عبدالله الرحمن سعياً لتحسين الخدمات الصحية في البلاد جاء افتتاح هذا المركز الصحي الذي يقوم بتقديم علاجات للشرائح الضعيفة خاصة الأطفال سيما تقديم الأمصال واللقاحات للأطفال حديث الولادة بمدينة أمتيمان بهذا الخصوص أكد محافظ بحر أزوم السيدة الهايف آدم شوروما المسؤول المكلف لبرنامج الموسع للتطعيم بأن افتتاح هذا المركز يعمل على مزاولة أنشطتها الصحية بمدينة أمتيمان بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية للمواطنين معبراً بأن وزارة الصحة وشركائها يعملون جاهدين في توسيق قطاع الصحي في وسط المواطنين أما رئيس المركز الصحي إدريس إبراهيم جمعة هو الآخر أشار إلى اهتمامات وزارة الصحة في القيام بتطعيم الموسع من أجل إنغاز الأطفال وأن هذا المشروع يسمي الاثنى عشرة دولة في إفريقيا من ضمنهم متاته محافظ بحر أذوم الهايف أدوم شرومة فقد أوضح بأن محافظة بحر أذوم على وجه الخصوص وإقليم السلامات على وجه العموم أصبحت ضمن اهتمامات السلطات العليا بالبلاد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية وذلك من أجل تحسين الأوضاع الصحية وفقاً للخطة الوطنية وأكذا توزيع النطاق الصحي في كافة أقاليم البلاد والذي يصدر من هذا كل حماية الأطفال من الأوبئة والأمراض الفتاكة